النهاردة الزمانيك والبلدية راجل جيزي جوميز كرر انه يزق اللعيبة الشباب كلها من اللعيبة اللي ما بتشاركش كلهم شفت القرار ده من الاصل كمدرب بقى قرار سليم ولا مش قرار سليم بغض النظر عن اللي حصل في المباراة لا اولا انا بالنسبة لي قرار خاطئ خاطئ طبعا اه هقول لك ليه فضل اولا انت النهاردة في بعض اللعيبة بتتظلم احنا زمان اللي عودونا اما تيجي عايز لعب ناشئ لازم تلعبه وسط مجموعة تساعده صح كده اه لكن النهاردة ما لعب ستة مع بعض او سبعة مع بعض لأول مرة بغض النظر اللي ماتش ممكن نتيجته يعني عشان ما نتحكش على بعض ازا ما لك بعيد عن خلاص هو رسمي برا كده خلاص الزبط هو رسمي برا النهاردة بالنقاط رسمي برا الزبط عشان كده بقولك اه لعيبة بتتظلم ممكن ماتش زي ده يظلم لعيب لكن هو الطبيعي النهاردة اللي انت بتدي على اجزاء في المباراة اللي انت بتلعب لعيب ممكن ممكن تبدأ باثنين تلات لعيبة لكن كمية اللعيبة التغيرات دي كلها طبعا غلط دي اول حاجة تاني حاجة انا النهاردة كريم لازم عندي هدف هدف ايه انا شفتك انت بتقول اللي هو عايز يتفرج على اللعيبة دي عشان موسم الجاي صحيح طبعا طبعا انت بتبدأ باللعيبة دي وعايز تتفرج والدوري خلاص يعني اللي انت مقتنع جوا نفسك اللي انت بعيد لا اه بازم اقول لك او مقتنع خلاص رسميا اللي بعيد ريح بقى اللعيبة الكبيرة يعني ريح يعني عبدالله السعيب بقى الناس اللي لعبت ريحهم خالص اه ريحهم خالص اه ما ريحهم خالص ما عندك كده يعني بيتدربوا ما بيتبزة في تفاصيل بيتدربوا وانت كده كده عندك مشكلة اصلا بقى لك 3-4 سنة انت لاحهم المباراة وتلاحهم المتاع خالص ريحهم وانت كده كده خالص عايز تجربوا وتشوفوا الناس اللي هي الصغيرة والناس اللي ما بتلعبش والناس اللي بعيدة عن مشاركة يعني واحد زي عمر جابر خالص حمزة المسلوسي الراجل يتهلك خالص ريح الناس وياخدوا اجازة كويسة بحيث اللي ياخدوا الموسم اللي يخش على الموسم الجاي فريش ويخدوا اجازته لكن انا النهاردة اه معاي عدك ويبدأوا ماتش وينزلوا شوت وينطلعوا شوت وينطلعوا شوت فانا ما استفدتش بحاجة لا ما انا ممكن النهاردة استفدتي اللي الناس اللي بتلعب مبارات كتيرة دي اريحة هتكسبها السنة الجاية او هتكسبها على بداية الموسم الجديد اللي هي بتاخد راحة بالعقلة زي ما بيقوله او راحة كويسة اللي هم يقدروا يشموا نفسهم لكن انا النهاردة ولا بعمل كده ولا بعمل كده الحاجة التانية طب انا النهاردة طالما ما الناس دي معايا طب ما تبدأ بيهم الماتش وابدأ بكوتك ومع النتيجة ابدأ نزل واحد واثنين وثلاثة واربعة لكن انت النهاردة عشان ماتش الاسماعيلي عملت التغيرات الشوت التانية فمش هتمش معاك كل ماتش مش هتمش معاك كل ماتش فلازم انت النهاردة تبقى عارف انت عايز ايه يا اما هتريح ناسك كبيرة يا اما حدي صغارين يا اما بقى ألعب القاسين فلكن انت النهاردة ولا استفدت بالناشئين ولا استفدت براحة الناس اللي هي الكوار او اللي بيدعبوا بشكل عساسي